أستاذ أماني بصي بقى بصي بقى يعني أكرت العادة في المقابلات العادية أقول أستاذ أماني إبراهيم مسؤولة العلاج بالفن حاجات حلوة وإنتي اللي بنمع الولاد الحلوين جاي من المستشفى عشان هنا ويكون فيه أجواء كده الولاد تروح بإطاقة إيجابية على قد ما بيأخده على قد ما بيده قده عشرات المرات الحقيقة أنا أقول لك حاجة أن طول ما أنا قاعد عمال أبصي لك من بعيد لبعيد وشوف أنت بتعملي إيه مع الأطفال إحنا لا بنصور ولكن أي حاجة نوقف أشوف طريقة المعاملة كنت شايف بنتها البساطة ماما وأي حاجة تحسي إنها هتزعل للولاد كنت بحس فيه عرفة الفك المفترس فأنا أنا مبدأيا أنا بشكرك وبحييكي على اهتمامك بولادنا لأن هم أكتر حاجة محتاجينها الدعم النفسي لا أبنش هأنت هتعياتي لا أبنش لا بس والله العظيم أقسم بله ده اللي أنا شفته تحقيقة الحمد لله إيه؟ أحمد أه هقول لك إيه؟ ساعات الواحد بيبقى طول حياته بيدور على الفلسفة أعيش إيه؟ أعيش أخد ولا أدي ولا أبقى أناني ولا أبوصل للمجتمع دعيت ربي كتير من يستخدمني ولقيت نفسي في وسط في وسط ملايكة ملايكة محتاجين حاجات بسيطة جداً القبول يعني هو طفل وريد ومحتاج حد يقوله أنت إنسان وطفل وتستحق السعادة تيم كبير كبير بربنا مستخدمهم أن هم يساعدوا الأطفال يحسوا الجزء صغير من السعادة ودي شغلتنا أنت فاكرة أن دي بسيطة؟ مش بسيطة دي صعبة جداً؟ مش بسيطة خالص والعمري ما هتدعي أنها بسيطة بس هي كل ما هتشتغل على نفسك كل ما هتدعك تخدم وكل ما أنت هتحسن من جواك وتبقى عندك القابلية أنك تستقبل نقط وتحسن أنت هتقدر تعمل حياة كتير جداً 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 للآخر نظرية الآخر دي هي زي النظرية البسيطة اللي إحنا بنعملها الأطفال دولة النهار دا محتاجين فأول ما منوصل نقول لهم أنت مش محتاج أنت جايد تعمل شغل مدني أنت جايد تفرح فأول حاجة بنفرح الطفل لزيه فولادنا النهار دا هيوزعوا حيمالوا مهرجان سعادة للأطفال النوبة السعادة هتجيب سعادة ودي رسالة بسيطة هلقل كده شوية بالحاجة اللي هضي حصل يعني شلينا كده حصرياً كده الأوتوبيس السعادة أه أول حاجة أوتوبيس السعادة يستحق السعادة وإنت ماشي في الدنيا ارمي سعادة هتستقبل سعادة إنت هترمي عشرة هجيلك عشرة وعشرين وتلاتين طيب دي ما نهج في الحياة في حد تاني يختار يبقى طبيب ويعالج فيه واحد تاني يختار يبقى عنده شركة ويساعد بفلوس إحنا بنكمل بعض وده اسمها فدمة مدنية أنا بيخدم المجتمع المدني هايج بطريقتك وأنا بطريقتي بس في الأول وفي الآخر كلنا عايزين يشوف بعض في مساواة في إنسانية في رحمة ومواد ده وخورة الأطفال هيعملوا حاجة زي شنط ويوزاوها على الأطفال هذي هيعملوا إيه كمال؟ إحنا حضرنا معاموارشة العظيمة لكم هيعملوا ثلاث حاجات أولا هم هياخدوا بالهم من نرسوهم عشان يعرفوا ياخدوا بالهم من الآخر وبعد كده هيبتدوا يشوفوا قد إيه الدنيا واسعة بجمال جمال اللي قدامنا دوت ده مش حاجة عابرة إحنا بنختار دايماً أماكن مميزة جداً عشان الفطرة حتة الفطرة دي الله إتا ماشي هنا شايف محاوة بكر إيه ده شايف الصحراء إيه ده الجمال لما يعنيك تملك جمال جواك يبقى جواك بشع الجمال من غير ما تتكلم فإنت لو إنسان ناوي ناوي تمشي في الحياة بحاجة بسيطة أنا عايزة سعادة طب معها سهلة يا جماعة دور اعمل سعادة داخلية وطلحها بره هيجيلك سعادة نون ستوب فإحنا ده المنهج اللي إحنا ماشي نجيه كل حتة نروحها لازم نسيب بصمة بصمتنا النهاردة لأطفال بكرة الأهالي اللي حنعمل إن شاء الله حاجة اسمها بقافلة خير وهتبقى مميزة جدا ومختلفة جدا أكيد لما هتتعامل معاك وهتبقى حاجة ومعاك لأن لازم أكون موجود بص لولا نفي ناس بتدعم أفكار أنا بسميها مترقعة يعني مثلا صاحب المكان هنا ما يعرفناش غير مثلا من أه أربع خمس سنيني ودي حاجة حلوة قوي بس هو عنده ثقة بيقولك إعنا عارف أنتوا هتعملوا إيه نخش في المرحلة البعضية أهل القرية بيستقبلونا إزاي حب يجيب حب بعد شوية المحافظ والناس اللي بيستقبلونا في الأطراض حب أحمد حب هل هي التجارة دي تستاهل إننا حنعمل كده آه دي تجارة معرفة أحنا مشتفقين وأنت منهم أنت تعلمتي من الأطفال إيه طيب أول حاجة الشجاعة أنا بواجه الموت أنا مش بواجه وحش كاسر لا مش ولا دي أنا بواجه الموت فالغيب مش فاهمه حمشي واسيب كل حاجة وأنا طفل وبسأل سؤال كبيرة على سيني وكبيرة على إدراكي وهو أبسط سؤال ممكن طفلي يسأله هيقولك ليه ليه أنا إيش معنا أه فالشجاعة دي ندرة وبعد كده الرضا إنه هو دائماً رضينا وبعد كده القوة وبعد القوة بعد القوة إيه إسرار وإزاي بيمسك في الحياة وإزاي حتى لو هو عارف إنه هو ماشي عايز يسيب بصمة سيبت البصمة دي هي اللي بتهزيني البصمة اللي بتهزيني كل واحد فينا لازم يكون ليه بصمة فيك أنا أظن كده وأعتقد أن أستاذ أماني بصمتها جميلة لا 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 مش بص إنسى خالص ذاتية الإنسان لو أنت بتكلم على حاجة جماعية هي دي البصمة للبقاء يعني مش عايز أتكلم بس كلام كبير بس كل ما كنا إيد واحدة وبنكمل بعض هي دي البصمة دا الكام برقم كامل 13 بتروحوا إيه يعني إيه الأماكن الثانية غير النوبة آآ سيوة بقى الله اتطلع جاي إنتا على طول لازم هاجي معاكم لازم سيوة زي النوبة بس الاثنين عكس بعض أو دا النوبة بعتمد على الأهل قوي آآ وسيوة بعتمد على طبيعة أكتر الطبيعة قوي الطبيعة بتقوم كنا هم 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 وهنا العيلة النوبية هي اللي بتقوم هطلب منك في اختام كلامنا آآ هي رسالة منشقة برضو من كلام حضرتك رسالة لكل أب ولكل أم ابنهم عنده كانسر ودخل في مرحلة الحرب ومش كل الأباء والأمهات عندهم فكرة القبول السريع وإحنا بنمر بالصدمة بعد كده فكرة بيمروا بمراحل يأس فأنا أعتقد أماني هتقدر تقول للأباء والأمهات كلمة أنا بقول لهم أنتوا أعظم ناس ربنا بتلاكوا بامتحان صعب وهم أقدوا الامتحان بص في ناس ممكن تبصوا أنه هو أوحش امتحانه وفي ناس ممكن تبصوا أن ده أحلى امتحان أنا بس بوصيهم على ولدهم ياخدوا بالهم من ولدهم من نفسيتهم من مظهور الحياة ما يدلعوش الطفل على الأساس أنه هو خلاص ماشي لا الطفل ممكن يكمل فبوصيهم بوصيهم عالأخلاق عالحب وعالعطاء أنا سعيد بالكلام معاك وزي ما قلتلك قبل من نصورتلك إحنا هتلاقي لي بالتكلم صحاب وأنا تشرفت بمعرفة حضرتك ويا رب دايما أنتوا قد المسئولية وإحنا وصقين فيكو وكملو بس إحنا بنكمل بالنازل زيك اللي بتبقى حاسة أنا مش شرط أحكيلك بس إنت حسيت فعرفت توصف أحسى مني إنت في مجال الإعلام إحنا في مجال أوبريشن فالي في وسط الشغل بيبقاش شايف هو عامل إزاي مدام حسيت فبشكرك جدا ده معناه إن إحنا على طريق شوار بكملو برسير برسير بطلع والبحر مهوش